موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير ومعاكو اماني سالم احنا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسيطة جدا و احنا كلنا بنحبها البتنجان هنعملوا بطريقة سهلة جدا الفيديو ده مخصوص للبنات الصغيرة علشان تفرح مامتها وتخش المطبخ وتعمل لها حاجة حلوة وسهلة جدا جدا وفي الاخر النتيجة مبهرة جدا جدا يلا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا عايزين كتنجان يكون كبير بالشكل ده. الحجم ده. راس. هتجي بقى اجيب السكينة. بسم الله. بس تخلي بالكو على ايديكو. هقطع كده هون. شايفة بقى شكلها هنعمل ازاي. ما قطعتاش للايخل على سبت الجزء ده مش متقفل. شايفة شكلها. يلا بقى مع بعض هنشوف الخلط هنعملها ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي المتكونات بتاعتنا كزبرة. ازم الكزبرة طبعا غسلنا وقطعناها. وراس طوم. وطماطم وفلفل. يلا بقى شوف هنعمل دلوقتي احنا معنا معلقة ملح. هنحط الطوم على الكزبرة والملح. خلاص حطينا الملح بتاعنا هنحطه في الاسبت. وهنحط راس الطوم. معلقة كل خل. ومعلقة كامل. خلاص? بتبقى خلطها دي جميلة جدا جدا. وراحتها فضيعة. كونتكونات كلنا على بعض. ومعلقتين زلز وغيري. موسيقى 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 معي بقى شاكرا عامل ازاي. قدرت معي اسطنية وفيها ورقة زبتة وحاطينا فيها زيت. احطي بقى بسم الله. عشان الطماطم ما تقعش مني. هجيب وقت الخلة كده هوا. الخلة. عشان ما تقعش مني. عشان الحشو يقعش مني. شايفة شاكرا? شايفة عندنا جبنة شدر كده صغيرة. خلطها كده بين بعض كده هو. شايفة? احنا خلصنا. خلطقي بقى معنا في حشو بس كده. خلصنا كده الحشو. ما شاء الله حلوة جدا جدا. وما شاء الله ريحتها جميلة جدا. يعني قبل ما تخش الكرن ريحتها فزيعة. هحط ما ايه معلاتين الزيت كده في والوش. شكرا. وهلأخل على الفرن. يلا دينا بعد ما تطلع. هلناكل احلى بتنجان. وان شاء الله يعجبكم جدا بالطريقة دي. عمينا مع بعض. شوف هنعملين. ده الشكل نهائي بتاعنا ما اخدش في الفرن بالزبط ربع ساعة. وما شاء الله ريحته. ما قولكيش خطيرة جدا جدا. الكزبرة والطوم. والمكونات عاملة طعم رائع وريحة فزيعة. ويا رب ان شاء الله تعجبكم الوصفة. لو وعجبتكم الوصفة ان شاء الله اشتركوا في القناة. عشان يوصل لكم مني كل جديد. وولوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكو امامي سالم. وان شاء الله تألف هانا وعافية.